موسيقى اللهم لك الحمد تفردت بالبقاء لك العزة والكبرياء ولك أجل الصفات وأحسن الأسماء والصلاة والسلام على النبي محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر وعلى آله وصحبه خير أهل ومعشر مشى الطاووس يوما بعوجاج فقلد شكل مشيته بنوه فقال على ما تختالون فقال على ما تختالون قالوا بدأت به ونحن مقلدوه فخالب سيرك المعوج وعدل فإنا إن عدلت معدلوه أما تدري أبانا كل فرع يجاري بالخطى من أدبوه وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه نروى أن أعرابيا تزوج بامرأة من قبيلته ذات دين وخلق وعلم وأدب وحسن وجمال وبعد فترة من زواجه نشبت بينه وبين أحد أبناء عمومته مشاجرة أنهاها صاحبنا بقتله وخوفا من القصاص أخذ زوجته وهرب بها بعيدا عن مضاربهم لاجئا إلى مضارب قبيلة أخرى فتعود صاحبنا على مجالسة شيخ القبيلة الأخرى التي لجأ إليها وفي أحد الأيام مر هذا الشيخ من أمام بيت صاحبنا فشاهد زوجته فسحر بجمالها ففكر بخطة شيطانية ألهمه إياها الشيطان يبعج بها الزوج عن زوجته حتى ينفرد بها هذا الشيخ القبيلة إلى مجلسه وكان عامرا من رواده وكان زوج المرأة معهم فقال لهم قد علمت أن هناك مرأة جيد لإبلنا يبعد عنا مسيرة ثلاثة أيام وأقترح أن يذهب نفر منكم لمعاينة المرأة قبل أن ننتقل إليه ثم اختار أربعة من رجاله وكان من بينهم زوج المرأة وما إن غادر الأربعة مضارب القبيلة وأسدل الليل ستاره وآوى كل إلى مخدعه حتى سارع شيخ القبيلة إلى بيت الرجل الذي لجأ إليه وكانت زوجته لوحدها بعد أن أصبحت إمرأته وحيدة فكانت نائمة ولما اقترب من منزلها ارتطم بشيء أحدث في سكون الليل صوتا فأفاقت المرأة مرعوبة وقالت من هناك فقال لها أنا فلان زعيم هذه المضارب التي لجأتم إليها فسألته وما هو مرادك في هذا الليل الهزيع الأخير من الليل أيها الشيخ فأبلغها عن رغبته الشيطانية فتفاجأت وانصدمت فأرادت أن تتهرب منه بأي طريقة فاستخدمت فطنتها وأدبها فطلبت منه أولا أن يحل لها ما المقصود بهذه المقولة إذا كان الناس يرشون الملح على اللحم حتى لا يفسد ويجيف فمن يصلح الملح إذا الملح فسد لم يفهم المغزى فعاد أدراجه خائبا وفي اليوم التالي سأل كل من في مجلسه عن مغزى ما قالته المرأة إلا أنه لم يلقى منهم جوابا شافيا إلا أحد الرجال من أصحاب الفطرة والحكمة فقد انتظر حتى انصرف الجميع ثم اقترب من الشيخ قائلا إنه عجز لبيت قاله أبو سفيان الثوري رحمه الله حيث قال يا رجال العلم يا ملح البلد من يصلح الملح إذا الملح فسد وإني أظن بأنك راوتت امرأة واسعة العلم عن نفسها فأرادت أن تصدك ولا تفضحك وإن لم يخبضني فإنك راوتت امرأة عالية المقام في الذكاء والعلم والدين والأدب عن نفسها فأرادت أن تصدك ولا تفضحك وأن تكسبك كأخ لها ولا تخسرك وتزيد إلى أعدائها أعداء كثر بحجمك ومقامك وتحفظ بعلها إن غاب وإن حضر وقد قالت لك ما قالت وكأنها تريد أن تشير لك وليمن سمعك يا شيوخ العرب يا ملح البلد من يصلح الملح إذا الملح فسد فهي تقصد إن الرجل من القبيلة إذا فسد أصلحه شيخ القبيلة كما يصلح الملح اللحم فمن يصلح الشيخ إذا الشيخ فسد كأن هذه الإجابة عقض ضمير الشيخ النائم وقلبه الهائم وعقله الظالم وأصابه الخجل الشديد من فعلته الشنعاء وملأه الندم على ما كان منه من المكائد والمفاسد فقال الشيخ للرجل أصبت فاستر علي زلتي سترك الله في الدنيا والآخرة يقول الشاعر يداوى فساد اللحم يداوى فساد اللحم بالملح عادة فكيف نداوى الملح إن فسد اللحم يقول الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً في سورة الأحزاب وقال الإمام بن كثير رحمه الله هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله ولهذا أمر الناس بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب في صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظاره الفرج من ربه عز وجل صلوات الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين ولهذا قال تعالى للذين تقلقلوا وتضجروا وتزلزلوا واضطربوا في أمرهم يوم الأحزاب لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة مشاهدين الأكارم نطلع فاصل ابقوا معنا بعد هذا الفاصل حياكم الله مشاهدين الأكارم في برنامج قيم الخمسين مرحباً بكم أرقام التواصل موجودة أسفل الشاشة نرجو تواصلكم على هذه الأرقام عندنا جوائز اليوم قيمة عبارة عن خمسمية درهم بالإضافة إلى عطر وتابلت حياكم الله نتمنى اتصالاتكم ناخذ أول اتصال من معي مجد سليم مرحباً يا مجد سلام عليكم مرحباً كيف الحال في العام أنتم بخير الحمد لله الله يسلمك وانت بخير وصحة وسلام من وين يا مجد الله يسلمت تقبلها طاعتكم يا مجد الله يسلمك يا رب من وين تكلميننا يا حياة الله حياة الله أهل إمارتنا الجميلة حياة الله مجد اليوم عندنا أسئلة جميلة ولطيفة وخفيفة كعدتنا في هذا البرنامج السؤال يقول قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً في أي سورة وردت هذه الآية إحنا طبعاً إحنا أجبنا عليها أثناء البرنامج أيوة أثناء الحلقة بسورة الأحزاب إن شاء الله في سورة الأحزاب تعرفين أي آية الآية 21 جميل جميل شكراً لك يا مجد يعطيش العافية إن شاء الله تواصلين معنا إن شاء الله تواصلين معنا بشكل دائم إن شاء الله عندنا اتصال آخر وانت بخير وسلامة وانت بخير وسلامة شكراً لك يا مجد نعم عبد الله ويانا سلام عليكم يا عبد الله عليكم سلام حياك الله عبد الله حيدر نعم وانت بخير وصحة وسلامة كيف الأجواء عندكم؟ أجواء حلوة رمضانية مباركة ما شاء الله وانت بخير وانت بخير وصحة وسلامة قيادة وشعباً بألف خير الله خير اللهم آمين علينا وعليكم على الأم الأسلامية أجمعين يا رب العالمين الله يحفظك عندنا سؤال أيضا يقول تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين أين وردت هذه الآية في أي سورة سورة البقرة سورة البقرة طيب ما معنى إماما إني جاعلك للناس إماما إحنا اليوم موضوعنا نتكلم عن قيمة القدوة ما معنى إماما قدوة حسنة صالحة للناس يقتدى بها في الخير والكمال أحسن تتذكر أي آية مينو أربع عشرين إن شاء الله نعم ما شاء الله شكرا نسلم على الجماعة اللي عندك اللي قاعد يغششونك الله يطيك بالعافية شكرا لكم التعاون مطلوب شكرا شكرا لك يا عبد الله على اتصالك من أبوظبي عندنا اتصال آخر ونقول ألو سلام عليكم وعليكم السلام كل عام وانت بخير يا خير وانت بخير وسلامة يا أستاذ نظمية كيف الحال الحمد لله الله يسلم نظمية صح العسم نطقناه صح نظمية صحيح نظمية توفيق صح نظمية وانعم فيك كيف الحال يا أختي نظمية أما يسلمك والله سعيد بشوفتكم وتواصلكم ويعني هيك بستفيد من معلوماتك كل يوم بتابعكم شكرا شكرا لكم أنتم رافض قوي لبرنامجنا الله يفهم لو لو اتصالكم وتواصلكم وينا واجابتكم على العسلة كان البرنامج ما كان الله يحفظ بسألت سؤال بسيط كيف يصبح المسلم قدوة لغيره كيف أنا أكون قدوة يعني في أعمال حسنة يكون يصلي يكون خلقه حسن أمام الناس يعني يكون تقي خاف الله ويتبع يعني الدين الإسلامي يحترم نفسه ويحترم الآخرين جميل جميل صفات وقيم ومبادئ رائعة وجميل من هو قدوتنا الأكبر في هذه الحياة الرسول الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم نعم احسنتي أستاذة نظمية وشكرا لك على اتصال أسمن أبو ظبي حياك حياك الله عندنا اتصال آخر يزن أستاذ يزن مرحبا يا مرحبا فيك كيف الحال الحمد لله كل عام أنتم خير وصحة وسلامة من أين اتكلمنا يا يزن من عجمان من عجمان دار الأمان أحلى الإمارات ربي احفظك إن شاء الله يزن يقول الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة نعم في أي سورة وردت هذه الآية في أي سورة وردت هذه الآية لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة احنا عجبنا عليها في هذه الحلقة إذا كنتم تابعنا من الأول طيب يزن سكر يبدو أن الخط ما كان تمام وياه طيب مشاهدين الأكارم برنامجنا يتكلم عن القيم قيم الخمسين التي نشعت عليها وأسستها دولة الإمارات العربية المتحدة ناخد تغريد معنا في اتصال ألو السلام عليكم وعليكم السلام ربضان كريم عليكم الله أكرم من الجميع وشكرا للإتصال أستاذ تغريد تغريد من أين تكلمينا من العين من العين يا أحياكم أجواءكم طيبة يبدو في العين والله الحمد لله بالليل الجو حلو ما شاء الله ما شاء الله دائما دائما استاذ تغريد كيف أنا أصبح قدوة لأسرتي ولمجتمعي ولأبنائي. كيف أستطيع أن أصبح قدوة؟ أول شيء المهمة تكون حاطة مخافض ربنا سعالة دائما بكل شيء بدك تعمله وتكون مقتضي بالرسول صلى الله عليه وسلم طول ما أنت بتعمل منيح وماشي الطريق أوكي وكل شيء أكمل وجه ولا بك هيقلدوك. لأنه دائما الأطفال بيحبوا يقلدو أهليها فأنت إذا كنت ماشي على نهج النبي صلى الله عليه وسلم لعدك تطلع نفس الشيء من صلاة من دعاء من صيام من صدقة من زكاة طيب شو الآية اللي تدلل على أنه يجب أن نتخذ النبي صلى الله عليه وسلم قدوة اللي هي قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. تعرفين في أي سورة وردت؟ نعم في سورة الأحزاب أحسنتي أحسنتي. شكرا لك يا أستاذة تغريدي. أعطيش العافية وفالت طيب إن شاء الله بإذن الله عز وجل. اليوم جوائزنا عبارة عن 500 درهم نقدا. وبالإضافة إلى عطر وجهاز تابلت موجود لدينا إن شاء الله يستلمون الفائزين في حلقتنا هذه وبقية الحلقات بعد العيد بإذن الله عز وجل. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. من وياي؟. هناء عبد الرحيم. محمد. حي الله أستاذة هناء. كيف الحال؟ أخير. الحمد لله. حي الله. من أين تكلمينا؟ من أبو ظبي. من أبو ظبي. أحلى الإمارات وأجملهم إن شاء الله بإذن الله عز وجل. كيف الأجواء عندكم طيبة؟ الحمد لله رب العالمين طيبة. رمضان كيف هو إياكم؟ إن شاء الله مبتع بانين. لا لا الحمد لله رب العالمين. رب نبي سهل وبيسر لعبادة والطاعة. الحمد لله. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث له حتى على أن الشخص يجب أن يكون قدوة وراعي في بيته. تحفظين هذا الحديث؟ أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلكم راع وكلكم مسؤول عن ضعيته. جميل. فالأبو في بيته راع راع وهو مسؤول عن ضعيته. أول إشه الإمام. الإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن ضعيته. هو الرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن ضعيته. والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم. وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه. ألا فكلكم رائع وكلكم مسؤول عزائية أحسنتي إجابة نموذجية أعطيش العافية أستاذ هناء ثالث إن شاء الله الخير بإذن الله عز وجل وإن شاء الله تفوزين وإيانا بأحد جوائزنا اليوم اللي هي عبارة عن 500 درهم بالإضافة إلى عطر وجهاز تابلت معنا اتصالي شباب نعم إذن الأخت شيرين وإيانا نقول ألو ألو السلام عليكم الأستاذة شيرين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وانت بخير شيرين ايش لو سمحتي اسم الوالد شيرين نصر الدين حسن نصر الدين من وين تكلمينا من الفجيرة من الفجيرة يا هلا والله به الفجيرة كيف حالك أستاذة شيرين الحمد لله بخير إن شاء الله في بعض الآباء والأمهات في البيوت يسلكون سلوك غير طيب أمام أبنائهم كيف توجه لهم نصيحة هو الأب والأم أكيد هما القضوة للأبناء فلازم أنهم يعني يكونوا حرصين على قد ما يقدروا أن أي سلوك هما بيتصرفوا قدام الأبناء هينعكس على الأبناء بشكل أو بآخر طيب يعني الآن في بعض في بعض الآباء لما ييلى ضيف أو ييلى حد يضرب عليه الباب يطرش حد من أولاده يقول له سير قل له من موجود التصرف هذا صح أو خطأ أكيد خطأ لأننا كده بنعلم الكذب نعم بنعلم الكذب ونعلم السلوك سيء غير صحيح والنبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راعا وكلكم مسؤول عن رعيته هذا يتنافى مع أن الأب يكون قدوة أو الأم تكون قدوة في بيتها لأننا في الحالة هذه نبدر بذرة سيئة في هذا الأبن أنه يتعلم سلوك سلبي وغير صحيح شكرا لتش أستاذة شيرين أرى نعم إذن ما ينبغي للآباء والأمهات أن يسلكوا سلوك سلبي وسلوك سيء أمام أبنائهم حتى في مسألة النقاش حتى في مسألة النقاش مع بعضهم يجب أن يكون نعم يجب أن يكون بأسلوب هادئ وإيجابي نقول ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة مرحبا أستاذة نورا مرحبتين الاسم كامل نورا عبدالله أحمد ونعم فيك حياة الله أخت نورا من وين من الشارجة ونعم فيك يا هلا والله حياة الله أستاذة نورا أستاذة نورا يقول الله عز وجل قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر في أي سورة وردت هذه الآية في سورة الأحزاب في سورة الأحزاب الآية 21 طيب تذكرين لنا سبب نزول هذه الآية أن يؤمرون أن الناس تكون يأخذون الرسول قدوتهم نعم أحسنتي أستاذة نورا طبعا نزلت الآية هذه في سورة الأحزاب لتصبير المؤمنين وتصبير المسلمين الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرب الأحزاب عندما تجمع الكفار وحاصروا المدينة فأصبح هناك قلق والطراب بين المسلمين فهدأهم الله عز وجل بهذه السورة عندما قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة معنا اتصال آخر شكرا لأستاذ نورا معنا اتصال علو علو سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله حياك الله الله يسلمك يا رب متشرف بالاسم اسمي مهيب أسعد مهيب أسعد حياك الله يا أستاذ مهيب كيف حالك؟ من الفجيرة ولا في الشارقة في الشارقة طيب قال تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين في أي سورة وردت هذه الآية سورة البقرة سورة البقرة طيب ما معنى إمامة الله يعزوك إمامة يعني يأتون قضوة حسنة في نعم يعني نعم يكون قضوة في كل شيء أحسنت أستاذ أحسنت أستاذ مهيب أعطيك العافية مشاهدين الأكارم لحظات وفيديو دعاء ونرجع لكم مرة ثانية بإذن الله يزوجل سبحان الذي رفع السماء سبحان الذي بساط الأرض سبحانك 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 لا من جاء لا من جاء منك إلا إليك إلهنا إلهنا أشرقت بنورك السماوات وأنارت بوجهك الظلمات خشعت لك رقابنا وخشعت لك قلوبنا لتدخلنا في رحمتك وتكرمنا بعزتك وتنظر إلينا نظرة تجبرنا بها يا كريم جمعية الفجير الخيرية تتمنى لكم صوما مقبولا وذنبا مغفورا للتواصل الرقم المجاني 800-8844 خدمة الواتساب 050-611-2409 الموقع الإلكتروني www.fujcharity.ae مرحبا بكم مرة ثانية والفقرة الأبرز في حلقتنا لهذا اليوم اللي هي فقرة السحب على الجوائز باللورة الفلوس باللورة العطر باللورة التابلت طيب طيب نسحب ونقول بسم الله بسم الله منه صاحب الحظ السعيد اللي بيأخذوا إيانا الجائزة 500 درهم نقول بسم الله يا الله الفائزة وإيانا الأخت مجد سليم من الشارقة تستاهل مجد كانت أول متصلة وأول فائزة وإيانا اليوم تستاهل مجد ألف مبروك عليك يا مجد وتستاهلين 500 درهم طيب العافية الفائزة الثانية عبارة عن ناخذ البلورة عفوا الكرة بنفسجية هذه كعنا بناخذها ونقول بسم الله اللي يفوز وإيانا بهي عطر من اللي فائز وإيانا به عطر نقول بسم الله يزن فاروق من عجمان الأخ يزن من عجمان مبروك عليك العطر وإن شاء الله يعجبك الفائز الثالث وإيانا بتابلت جهاز تابلت الكرة البرتقالية نقول بسم الله بنصاحب الحظ السعيد اللي بيفوز وإيانا بجهاز تابلت شكل الورقة ماتبة تطلع استطلعناها الحين نقول بسم الله بسم الله بنصاحب التابلت استاهل عبدالله حيدر يوسف من أبوظبي عبدالله حيدر يوسف من أبوظبي مشاهدين الأكارم نستودعكم الله الذي لا تضيع وداعه نراكم في حلقة جديدة متجددة مع وجوهكم الطيبة مع السلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر